ما نقول ألف مبروك على إطلاق الفيلم بلبنان عن مفرق طريق خبرنا أكتر عن دورك وعن هيدا العمل المميز أول شي أنا كتير مفصود أنه هاي الفيلم أبصر النور بلبنان من بعد ما كان عرض بمهرجان البحر الأحمر سينماء الدولي بجدة وأخذ استحسان كتير كبير من الجالة اللبنانية وجالة العربية ككل الجمهور العربية زي بدقول وكل الجنسياتي اللي كانت موجودة بقلب المهرجان الفيلم هو رومانسي كوميدي بيحكي عن شاب مشهور ممثل مشهور بتاخده عجلة الحياة والمشاكل وفجأة بيجي دور في المعالمة بقرر يترك كل هالإشياء ويسافر ويطلع على ضيعته لا يرتيح وهو راي على ضيعته بصير معه حادثة على مفرق طريق بتجمعه بأربع رهباته الصبية بتخلي يعيد الحسابات بحياته بتخلي يرجع لبساطة الحياة والأيام والتقليد اللي عن جد نحنا بحاجة نرجع له كيف رح نشوف من نام كارز إن شاء الله تعرفيها الأمير نام كارز يا فابيان صراحة لأنه متل ما بتعرفي أنا دايما بس اللعب دور ببطي الحالي سو ما بعرف إن شاء الله تعرفيني هي إطلالة منا كتير كبيرة منا دور كتير كبير متل ما تعودتو إنه دايما أنا بفلومة السينوا بيبقى عندي دور دسيم هيدا دور شوي أصغر بس بالنسبة لإلي كتير مهم لأنه الفترة اللي صورنا فيها كنت بحاجة أني صور لأنه كان صار لنا شي سنة محجورين فكنت بحاجة أني أثبت لحالي أنه أنا بعدني موجودة بعدني عم بشتغل خلينا نخبر الجمهور عن شخصيتك أنا إحدى الراهبات قداش مبسوطة أنه هيدا العمل اعتبر من الروائع العمال العربية بمهرجان البحر الأحمر السينما صراحة أنا صدمت بمحبة الصحافة السعودية بالفيلم أنا صدمت ما كنت مستنظرة أنا قلت أكتر شي رح ينفهم وينحب بلبنان صدمت قدي حبوص صحافة العربية كان تجربة كثير حلوة أنا أطلالة المميزة لأني على مفرق طريق موجود صارت مميزة وأنا سعيدة كثير وهذا فيلم أنا بفتخر فيه فيلم لبناني صرف ومزروع بأجمل منطقة بالعالم وبأدس منطقة بالعالم يعني ما بيني بشري وضواحي بشري بودي أنوبين ودي الديسين وهذا الشي نعكس علينا كلنا سواء فلا طلعي مثلا كيف فلا سنتي فيه مسحة أداسي إذا ملاحظة لا حقيقة أنه الجروب كنا كثير متحبين وهيكي عم نشتغل من قلبنا وهذا الشي بنعكس على الشغل يعني كداش ويشعع علي وفيلم لبناني كتابة وكعمل يعني كتير نفتخر فيه وإحنا منشجع هذا الشي قداش مبسوطة بهالنجاح يلي حققه والعمل قبل إطلاقه بالبنان أنا بنبسط أكتر هلأ بس شوف ردة فعل الجمهور يعني مبسوطة أكيد لأنه حقق نجاح برا بس نحنا بهمنا كمان جمهورنا هون بالبنان خاصة أنه فيلم كوميدي يعني الكوميديا بدك تتعرفي إذا عنيش حاول لا تسمعي ردة فعل الجمهور فكتير هلأ حايصة تشوف كيف رحي يتفاعله هل كان عندك شي تخوف لأنه العمل فيه شوي كمان طابع ديني لا أبدا ما كان عندي تخوف لأنه السيناريو زكي والعمل ما بمس أبدا بأي شي يعني قلة أخلاق باتجاه الدين بالعكس نحنا عم نفرج صورة صورة الرهبات الحلوين يلي بيزرعوا الحب وبيزرعوا السلام ويلي هنن على رأس المؤسسات التربوية مثل هي الرهبة هي جزء من مجتمعنا هي عندها دور فعال ودور سامي جدا بالمجتمع ونحنا عم نجسده شو بتقولي للجمهور السعودة بما أنه بوقفوا حد الفريق طبع العمل وكان فيه لكم مشاركة بالمهرجان من روائع الأعمال العربية أنا بدأ أشكر يعني القايمين على المهرجان البحر الأحمر وعلى الماء يعني كل يلي عزمونا لأنه نعمل الافتتاح هناك لأنه عن جد كان استقبال الفيلم كتير حلو نحنا لمسنا قداش الجمهور السعودة بيحب اللبنانية وقداش بيحب السينما اللبنانية والسقافة اللبنانية بدي أقولون شكرا لأنه هيدا المهرجان هلأ يلي إخي الطابع دولي جدا هو عم بيكون يعني السلط وصل هو جسر بين كل السقفات وكل الأديان وهالإنفتاح يلي عم نشوفه كتير حلو لأنه عم بفرج الرؤ الصورة الجميلة الراقية للعالم العربي خبرينا اليوم بمفرق طريق شو محضرة لجمهورك؟ هيدا دور غير عن كل الأدوار اللي أخدتهم دور ريق ناعم نوعا ما صامت وهو حلو أنه يكون فيه هيدا البالنس كمان بتشوفه لأنه المثلين كلهم بهيدا الموفي كلهم تحتى يخدموا هيدا العمل رح تشوفه أنت خانينا نخبر قديش أنتو مبسوطين اليوم كفريق عمل بمشاركتكم مهرجين البحر الأحمر السينما هيدا كان فريما وفخر كتير كبير لقلنا وأنا لقلي كنت كتير مبسوطة أنه كون موجودة هونيك والأشياء اللي شفناها الأشياء اللي تعرفنا عليها الفلومة اللي حضرناها الندوات اللي صارت عن جد شي بياخد العقل جو بميزة الشخصية عن شخصيتي اللي قبل اللي عبتها هيدا أروأ واحدة وأكتر واحدة براح تنتبهوا له وأكتر واحدة نعمة وهيكي عسكت لارا خبينا اليوم قديم أبسوطة حضرتك كم مخرجة لهيدا العمل وهيدا العمل وصل وكان موجود بمهرجين كبير مثل مهرجين البحر الأحمر السينما لكن الفيلم ما بيكمل إلا لا يلتقي بجمهوره فهلأ هو إذا بديك لحظة اكتمال الفيلم وقتها يلتقي بجمهوره خاصة بالبلد يلي عملنا بقلبه الفيلم ويلي هو لقل له هيدا الفيلم فكتير حلو هيدا الوقت لأنه بزيت الوقت فيه هيكي شوية نأزة إنه كيف الناس رح يتلقوا كيف رح ياخدوه وبزيت الوقت في كتير حبه وفي كتير شغف لأنك عم تعطي هيدا الشي اللي اشترك سنتين عم تشتغلي له للناس لحتى تشوفه هني كيف رح يتلقوا وإخراجيا شو اللي بيميزه عن غيرهم لام ما في يقلك شو بيميزه في يقلك إنه نحنا اشتغلناه بكتير شغف وبكتير حب وبحرافية يعني ما جربنا نعمل إذا بديك شورت كات أو نعمل كونسيسيون جربنا إنه كل المتطالب بيت القصة تكون موجودة فيه لسيلة إلي تانكيو ترجمة نانسي قنقر